ما بين التأييد والاعتراض تباينت مواقف القوى والأحساب السياسية في إقليم كورستان العراق إزاء أعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق عمالها الفنية والإدارية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان الإقليم قرار التعليق جاء بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم أبرز هذه المواقف ما صدر عن حزب الاتحاد الوطني الكورستاني هناك طعن من الاتحاد الوطني الكورستاني سيقدم من هيئة القضائية نحن نعتقد بأن لا يجوز للمجل المفوضين أن يتصرف إيقاف إجراءات الانتخابات وتنفيذ جهد العمليات الزمن لأنه يتناقض مع مقالة المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية لم تقرر بإيقاف العملية الانتخابية وإنما بجزئية محددة متعلقة بالفقرة الثانية من المادة الثانية المتعلقة بتوزيع المقاعد على الدوار الانتخابية في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية بتعليق إجراءات المفوضية جاء بعد دعوا رفعها رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مصرور بارزاني مطالبا بإعلان عدم دستورية تخسيم الدوائر الانتخابية في الإقليم وهو ما يره أعضاء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني منسجما مع موقف الحزب المعلن في آذار مارس الماضي بمقاطعة الانتخابات كان هناك حسابات ربما غير قانونية هم اعتمدوا على التصويت بالنسبة المصوطين وهذا مخالف للقانون يفترض أن يكون التصويت بالنسبة السكان يعني هذا القرار الولائي يثبت بأن الديمقراطي الكوردستاني كان على حق فيما طرحه باعتبار أن المخالفات القانونية سواء بقرارات المحكم الاتحادية لتجاوزية الدستور أو حدود صلاحياته من جانبها وصفت أحزاب تمثل المكونات في الإقليم قرار تعليق عمل المفوضية بالخطوة المهمة التي يمكن أن تتيح الفرصة لعادة النظر في عدد مقاعد البرلمان وتقسيمها بين محافظات الإقليم ويرى مراقبون للشأن السياسي أن تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلماني إقليم كوردستان العراق يحتم تأخير موعدها المقرر في العاشر من حزيران يونيو المقبل ما سيفتح الباب أمام مشاركة أوسع للقوى السياسية في تلك الانتخابات ضياء محمد الحران أربيل